معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قال إن للنجنة هتفتح ملف تعديلات قانون الإيجار القديم مع بداية دور الإنعقاد الثاني مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ بالجزء الخاص بالمحال التجارية وكيفية حل الأزمة بين المالك والمستاجر قال كمان رئيس لجنة الإسكان إن القانون سيسعى للحفاظ على حقوق الملاك بالإضافة إلى حق المستاجرين مشيرا إلى وجود ثلاث مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم في تعديلات القانون وهي إذا ثبت أن مؤجر العقار بيستخدمه في غير غرض السكن أو امتلاك المستاجرين لمساكن بديلة أو مهاجرين خارج البلاد أو ثبوت عقود ملكية باسم الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة أشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن ذلك لن يتم إلا بعد عرض القانون للحوار المجتمع إلى فتن إلى استدعاء الحكومة للتدخل في رد العقارات المؤجرة إلى مالكيها